ومن بين الملفات التي تنتظر المعالجة الحكومية والرقابية يقفز إلى الواجهة ملف التعينات في تربية صلاح الدين وقد نظم المحاضرون المجانيون بقضاء الشرقات وقفة احتجاجية أمام قسم تربية القضاء مطالبين الحكومة إعادة التقديم على الدرجات بصفة عقود كونها لم تنصفهم إلى جانب ظهور أسماء غير مستوفية للشروط كما نشد رئيس الوزراء التدخل وضمان حقوقهم وتشكيل لجنة للتأكيد من إجراءات القبول ترجمة نانسي قنقر المدارس لا تستطيع خطوة وحدة للأمام وهذا ليس أنا أن نسأل عليها مدراء المدارس ينسألون عليها خالها ننسوا ضراب المدراء هم بانفسهم يجون على التربية هنا على أقسام التربية وعلى مديرة التربية وعلى الوزير يروحون لكن إحنا الخروقات التي صارت أولاً ما نصفوهم أربع سنين وخمسة وأكثر ما نصفوهم بإعلان الأسماء أطلعوا اللي 2023 أطلعوهم واللي 2020 و19 و18 ما أطلعوا اسمه هذا أول خرق ثانياً نحمل لجنة الإشراف اللي تسببت بإقصاء كثير من المحاضرين يعني هم جاعدين يدامون يعني محاضرين مجانين ثلاثة سنين واربع سنين ما رفعوا أسماءهم يعني أنت أحنا مثلاً الاحتياج الفعلي 900 ألف أكثر يعني هنا يرفعوا لي 800 أسم هذا أحد الخروقات الأمنية نحن خريجي الكليات المسائية لم ننصف في هذه التعينات ما فرضونا أي قناة قناة المسائية أو قناة قناة ذوي الشهداء وقناة قناة النازحين وقناة ذوي الإعاقة المسائي لم ينصفوا ولا لم يفرض لهم أي قناة في هذه التعينات ما السبب نحن أهم طلاب هم جنا طلاب ودفعنا فلوس ونحن أصحاب أولي وجعد نحاضر أنا من الناس أنا جتحاضر أنا هذه كنت بها الساعة جيدنا المدرسة اللي جاي اسمعت بالوقف الاحتياجية وجيت MIT阿 pendرسة اللي جاي نحن طلاب كلية التربية الأساسية أشترقاط مثال على كل المنسائية نحن أسأل على كل المنسائية بس مثال تربية الأساسية أشترقاط قسم اللغة العربية نحن 96 طالب الدفعة الأولى من التربية الأساسية قسم تربية الأساسية اللغة العربية أشترقاط أحد أساتذتنا التدريسيين كان هو الدكتور أبراهيم النامس وزير تربية وهو أعلم واحد بحالة هو تدرسني أحنا من درسني وأقدنا شهادات لشنه لشنه أقدنا شهادات قيرتان عيل عوائنا نعيش عيشة كريمة نحن الآن مهمام قسم تربية الشرقات نطالب دولة رئيس الوزراء بإنصاف الخريجين اللي أنظلموا وإنسلبة حقوقهم اختراقات صارت بالعقود مال تربية صلاح الدين أول شي اخترقوا الدستور الموازنة أكو فقرة تقول التعينات 30 ألف بصفة عقد للمحاضرين ماكو هذا الشي ما صار المحاضرين نضربوا عرض الحائط ماكو مال لهم كل شي ثاني شي 2008 مواليد 2008 عمره 14 سنة يتعين بصفة عقد أما احنا واكفين مضربين عرض الحائط ثالث شي نقاط المفاضلة 25 و 30 ما مقبول و 20 مقبول نقاط المفاضلة 20 مقبول و 25 و 30 ما مقبول رابع شي رابع شي أكو ناس أسمعهم ما انذكرت ما ظهرت خلاص بالرابط نهائيا نحن الآن الخريجين والمحاضرين المجانيين المتواجدون الآن أمام قسم تربية الشرقات نطالب دولة رئيس الوزراء بانصافنا من الدرجات الوظيفية التي غبن حقنا بها نطالب نطالبها أيضا بأن تكون الدرجات الوظيفية الاقتصاصات العلمية 70 بالمئة حسب ما جاء ونصف المادة القانونية التي كانت من رئاسة دولة رئيس الوزراء و 30 بالمئة للاقسام الباقية هناك ظلم وحيف حصل على الخريجين والمتحاضرين من قبل مديرية تربية صلاح الدين